السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة معلومة في هذه الحلقة رح نتعرف على ترددات القنوات أو جميع ترددات القنوات الجزائرية على القمر الصناعي نايلسات الترددات الجديدة لسنة 2023 واللي اتطلع لكل القنوات الجزائرية على النايلسات بما فيها القنوات العمومية مثل الأرضية وغيرها والقنوات الخاصة مثل قناة النهار والشروق وغيرها من القنوات الأخرى أكثر من ثلاثون قناة راح نطلح اليوم في هذا الشرح وبدون إطالة نبدأ على بركة الله ونبدأ بقنوات التلفزيون العمومي المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري عندها تسع قنوات حاليا قناة الأرضية Programational وقناة كنال أرجيري القناة الثالثة أطروة القناة الرابعة وهي القناة الأمازيغية القناة الخامسة TV5 وهي القناة القرآن الكريم القناة السادسة TV6 وهي القناة الشبابية القناة السابعة القناة المعرفة القناة الثامنة القناة الذاكرة والقناة التاسعة وهي قناة البرلمانية إضافة إلى قناة الجزائر الدولية الجيري فانتكات نيوز لتطلع كذلك في هذا التردد واللي هو 11680 ونتعرف الآن على كيفية أو كيف أنضيفه كنا شرحنا من قبل في هذا الفيديو تردد قناة الأرضية الجزائرية على النائصات وكيفية إضافة كود فك التشفير حتى تشتغل القناة نترك لكم هذا الرابط أو رابط هذا الفيديو تجدونه في الأسفل لمن يهمه الأمر الآن لإضافة تردد جديد لجهاز الاستقبال نضغط على المينيو من جهاز دحكم ريموت كونترول أو تيلي كومونت الآن حسب اللغة اللي عندك تختار التركيب أو أنستلاسيو الخيار الأول عادة ثم ضبط الهوائي أو إعدادات الهوائي بهذا الشكل ثم بعدها ننزل هنا إلى الترددات يعني ننزل إلى الترددات بهذا الشكل على كل حال هذه اللوحة تختلف من جهاز لآخر قد تظهر عندك بشكل مختلف تماما لكن المبدأ واحد في إضافة تردد جديد الآن في الأسفل لدينا هنا آد باللون الأخضر يعني إضافة أو أجوتي إن كانت اللغة ليهم قد تكون عندك بلون آخر اتبع دائما الإرشادات الموجودة في اللوحة أو الإرشادات التي تظهر لك في الأسفل إذن نضغط على الزر الأخضر من جهاز التحكم ونكتب هنا تردد 1680 في الخانة الأولى هذه هذا التردد صعب شوية عند بعض خاصة اللي عنده صحن صغير لكن إضبط الصحن جيدا رح تحصل على إشارة جيدة ويطلع لك هذه القنوات كلها وإذا كان عندك صحن من فئة 80 سنتيمتر رح تستقبلهم بكل سهولة هنا نضيف معدل الترميز 27500 والاستقضاب أفوقي ثم في البحث نبحث في هذا التردد فقط لا نبحث في القمر الصناعي بالكامل حتى لا نستغرق وقت طويل ننزل هنا في الأسفل ونحول هذا الخيار إلى Transpander قد تجد الكتابة مختلفة عندك يعني تجد كتابة أخرى وقد يكون بشيك مختلف تماما كما قلت من جهاز لآخر وبعد البحث هذه هي القنوات الوطنية طلعت لي كامل نروح للتردد الثاني وهو تردد مهم جدا لأنه فيه أغلب القنوات الخاصة تقريبا كلها يعني تردد واحد يطلع لك تقريبا كل قنوات الجزائرية هذا التردد هو 10922 27500 لاستقطاب عمودي vertical هذا التردد لا نعود أن نظيفه تعلمنا كيف نظيف تردد جديد في الأول بنفس الخطوات السابقة يتم إضافته قلت فيه قناة عمو يزيد قناة مخصصة للأطفال قناة الاقتصادية قناة كذلك الباهية الشرق نيوز الشرق تيفي البلاد الجزائرية أنوان قناة الحياة قناة الهداف قناة الوطنية قناة النهار السلام ساميرا تيفي قناة الطبخ وكذلك قناة زهرات تيفي التي هي كذلك قناة الطبخ ربما تكون كذلك هذه القناة مهمة كثير خاصة للسيدات وكذلك القناة الدولية الجزائرية 15 قناة كاملة في تردد واحد هناك بعض القنوات الأخرى مهمة كذلك منها قناة الفجر الدراما الجزائرية التي تبث العديد من المسلسلات ربما يبحث عنها الكثير تجدها في هذا التردد 11650 أو 11645 نفس الشيء 27500 والاستقطاب أفوقي هذا التردد فيه قناة الفجر الدراما الجزائرية وفيه كذلك هذه القناة الجديدة قناة جيل دي زيت وكذلك قناة الهوغار لماذا لم تبدأ بالبث لحد الآن الآن ستظهر بهذا الشكل كانت هذه هي أهم القنوات الجزائرية على النيلسات فيه قنوات أخرى ما حبش نذكرها قنوات إشهارية مثلا إشهار منتجات والروقات والتداوي والكذب إلى غير ذلك على كل حال تجدون رابط أسفل الفيديو لصفحة فيها كل الترددات ونقوم بتحديثها كلما يتم تغيير تردد أو ظهور قنوات جديدة على النيلسات نتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو ادعمونا بالاشتراك في القناة ومشاركة المقطع إلى اللقاء